نتحدث في هذا الموضوع مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبدالغني مساء الخير سيد فضل أهلاً ومرحباً بك بداية نريد الحديث عن أهمية هذه الندوة ووجود تلك الشخصيات فيها لأول مرة شكراً بالحقيقة نحن حريصين أنه دائماً بذكرى الثورة أنه نستضيف وعلى همه الجميع العامة بشكل أساسي أنه نستضيف دول والتنظيم فعالية مع دول هو عمل معقد شاق وأخذ جهد لأيام وأسابيع طويلة حتى نقدر ننجز هذا الأمر هو طبعاً مهم يستحق العناء لأنه جمع مثل ما أشرت حضرتك هذول الشخصيات العالية للمستوى اللي هنا يمثلوا الدول اللي يحكوا فيها ونحن اخترنا تكون أبرز الدول العالم موجودة حتى نرجع نسمع منها يعني السوريين مهم أنه يسمعوا من الدول مباشرة مش من محللين سياسيين أو باحثين هذا موضوع آخر نحن حريصين أنه ندعي الدول ويعني الحمد لله أنه توفقنا بهذا الفعالية نحن نظمنا فعاليات سابقة أيضاً مع دول هاي الفعالية الخامسة اللي نحن بندعي فيها دول هذا أمر مختلف عن لما الدول هي بتنظم فعالية وبتدعي إلها مؤسسات هذا كنا نشارك بمشاركة محدودة هون أنا بحب شير أنه هاي الفعالية هي كانت سورية بدعوة سورية وبإعداد سوري بمعنى نحن اللي قاعدين المحاور والأسئلة وما إلى ذلك بالمشاركات اللي هي أكتر بكتير كانت ربما يعني كنا نحن نندعى وكانت المحاور تكون جاهزة ربما نناقش أو بأشياء محدودة مهم أنه السوريين لأنه هدول اللي هني عم يحكوا هني عم يحكوا بأسماء الدول هون فيه نحن عم نحكي عن مناصب رسمية الكل أكد بالفعالية ضرورة محاسبة الأسد هاي أول نقطة جوهرية بالمختلف مسميات الدول رسائلها كانت واضحة شديدة اللهجة النقطة الثانية أيضا هو عنوان الفعالية بعد 11 سنة هي بمناسبة ذكرى الثورة بعد 11 سنة عم نحكي عن 14 مليون نص الشعب مشرد وما حدا رجع يعني ما زال نازح داخل سوريا 7 مليون مفوضيين على شؤون اللاجئين و7 برة لنسبة العودة والهيك أنا حكيت بآخر الفعالية أنه السبب الأساسي اللي شرد هؤلاء هو الانتهاكات استمرار الانتهاكات نحن عم نحكي عن توليد مزيد من المشردين قصريا لأنه جزر التشريد هو ما زال لم يزل وبالتالي وليس ما زال وبالتالي نحن ما عم نحكي عن عودة أو إعادة والإعادة القصرية والعودة هي محدودة جدا مقارنة مع أنه لو فتح الباب الآن أستاذ وسيم فأنت بتعرف تماما وكل لاتنا بنعرف أنه لو في جوازات وفي طرق عبور يعني أن نحن واسقين أن مئات الألاف الأخرى رح تنضم للمشردين وللاجئين لهيك الحل هو ما في أي بديل عن انتقال سياسي والتخلص من الحكم العائلة وبالتالي بتوقف وقتها الانتهاكات وعندها فقط بتصير عودة الآمنة والطوعية لكن في مطالب أخرى من أبرزها هو الفيتو الروسي للمشردين بشمال غرب سوريا وحتى بشمال شرق سوريا أهلنا لأن الفيتو أغلق لهم معبر لعربية بشمال شرق سوريا وأغلق باب السلامة الآن ما في غير معبر واحد ربما روسي خلال غزوها لأوكرانيا لن تصوت على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود أنتم سيد فضل كيف تقيمون ما جاء في هذا الاجتماع وهل تتوقعون تجاوبا أوسع من هؤلاء الشخصيات القادمين من كل دولة مختلفة عننا الأخرى هذا أحد الأهداف أستاذ وسيم من دعوة الدول أن هذا الكلام صادر عن هذه الدولة حتى نحن نبني عليه باللقاءات والاجتماعات الفردية التي تصير نحن حريصين أنه دائما نلتقي مع وزارات الخارجية فمناخد نحن الأمور التي هم التزموا فيها يعني مثلا الخط الأحمر 500 مرة بننا على هذا الالتزام وما زال وبدنا نتم نبني عليه هذا حقنا وحق أنه نحن نراجع هذه الدول أنه هي ما بدأت تطبع مع النظام وهي مستمرة بتقديم مساعدات فنحن مناخد وما بدأت تعيد حتى البعض أحد تحدث عن أن سوريا ما زالت غير آمنة حتى ترجع هي اللاجئين فهذا إذا صار إجت حكومة بعدها أو إجا يعني صار فيه نوع فنحن منبني على هذه المواقف المتراكمة لحتى نحن خلال المناصرة وخلال الاجتماعات اللي بنقوم فيها نبني على الحديث اللي تمت ونحن رح نعلن ورح نثبت يعني هذه الفعالية هي بثت مباشرة تم تثبيتها من أصدر بيان من نحكي عن أبرز النقاط تحدثوا فيها وبالتالي هي بتشكل ربما بمثابة وثيقة معينة صادرة عن هذه الدول نعم الاجتماع سيد فضل يعني تحدث أو ناقش ثلاثة أو ثلاثة مسائل التهجير الانتهاكات المحاسبة كل هذه المسائل مهمة طبعا الأولوية لمن؟ بالحقيقة الأولوية هي لوقف الانتهاك هذا هي الأولوية والسرعة العاجلة يجب أن تتم وهذا هو مبدأ حقوق الإنسان المحاسبة قد تأخذ يعني أشكال من المحاسبة قد تأخذ وقت طويل لكن طالما الانتهاك جاري وطالما هذا عم يولد مزيد من الضحايا الأولوية أنه هو يتوقف وبالتالي يتم ردع المرتكب الانتهاك والأساس هو بالتشريد هو القصف الجوي اللي الروس والنظام هم أسبابه هذا ما عم يتوقف لحد الآن ولهيك وطبعا نهب المساكن وأيضا القوانين اللي شرعنا حتى هي تأسس لعملية عدم عودة هؤلاء المشردين هاي الأولوية لوقف الانتهاكات الأولويات الأخرى أيضا هي متعلقة فيها بيجي أيضا مرتبط فيها موضوع المحاسبة نعم أنت سيد فضل عبد الغني أيضا دعوت المشاركين في هذا الاجتماع إلى الاستماع للأشخاص الموجودين في مخيمات النزوحة داخل سوريا حدثنا عن هذا التفصيل يعني المشردين داخليا هم أكثر فئات المجتمع هشاشة لأنه هذا نزل برميل على بيته أو هو طلع ما معه شيء شفنا نحن كيف قوافل طلعت بسيارات بسيطة أو بمتورات فأخذ أساس بسيط من بيته هو أشد الفئات فقرا الاستماع لهم بمعنى دعمهم دعمهم بالعملية التعليمية دعمهم بالموارد دعمهم بعدم إيقاف المساعدات من الفيته الروسي ونحن أصطرنا كذا تقرير أستاذ وسيم مثل ما بتاعي في حضرتك أنه إدخال المساعدات وهذا اللي أكدت عليه أنا بهذه الفعالية قدام كل هذه الدول حتى تبزوا الجهد أكثر أنه ما بده إذن من مجلس الأمن هذه المساعدات هي أمية حيادية ويعني رفض النظام إلىه هو رفض تعسفي الاستماع لهم وتلبيت مطالبهم لأنه نحن عم نشوف الأحوال الجوية القاتلة وهي نحن عم نحكي عن تقريبا أربع مليون شخص بشمال غرب سوريا يعني تقريبا أغلبهم النازحين تلتينهم أو أكتر من تلتينهم فهم في حالة فقر شديد متقع وبالتالي لابد من زيادة كمية المساعدات نحن عم نشوف نحن تراجع بالاهتمام بالملف السوري وأيضا نقص في المساعدات لهيك وقت نحن نطرح موضوع التشريد القسري الآن على الطاولة هذا له أهداف يعني أبعد لحتى نحكي عن مستقبل هؤلاء الأطفال لحتى نحكي عن وضع النساء بالمخيمات ولحتى نحن نشوف كيف فينا ونقل من المخيمات إلى بيوت إسمنتية بمئة بالمئة والأهم هو أنه يرجع وما هو بعيد بطعة كيلومترات عن معارض النعمان ولا عن خان شيخون ولا عن هاي المناطق اللي يتهجر فيها بس السبب الأساسي هو استمرار الانتهاكات ووجود هاي النظام ولهيك ما في عودة طالما هدا النظام باقي الانتهاكات تحتاج إلى محاسبة ما مدى مساهمة كل شخص أو كل سفير موجود عن كل دولة في مسألة المحاسبة والمسائلة يعني هاي أكتر شخص أكد يعني حكى فيها هو السفير الألماني لأنه بلاده هي عم تقود القاطرة نحن بنأمل أنه دول أخرى تقتدي فيها يعني حكى عن محاكمة كوبلينز وعن فرانكفورت أيضا لهيك نحن يعني هذا أيضا أحد الأهتاف أنه فبيطرح سفير موضوع معين فيعني ربما يشجع دول أخرى باتخاذ خطوات إلى الأمام الموضوع المحاسبة كمان هو ما بيقتصر فقط على المحكمة وعلى الأمور الجنائية موضوع فضح المجرمين عدم تطبيع العلاقة مع هؤلاء استمرار بفرض عقوبات أكتر على النظام وعلى الروس وأنا هون يعني بالتنسيق مع المدير الجلسة تحدثنا أنه الغرب لم يفرض أي عقوبة على روسيا نتيجة تدخلها الغير قانوني في سوريا وانتهاكات اللي وسطت لجرائم ضد إنسانية وجرائم حرب اللي تكبتها بسوريا ولهيك أشرنا بهذه الفعالية عن عمد أنه ما في عقوبات عن روسيا نتيجة اللي عملته بسوريا وشفنا نحن العقوبات مثل زخ المطر بأوكرانيا وهذا الوضع الطبيعي وهيك كان لازم يكون بسوريا حتى قبل وكان هذا ربما شكل ردع لروسيا بأوكرانيا وهذه العقوبات هي شكل من أشكال المحاسبة ومنصوص عليها أيضا بالقانون الدولي وحتى ضمن ميثاق الأمم المتحدة ولكن لم تتخذ حتى نحن شفنا أنه ما زالت حتى الشركات عسكريا كانت عم تنسق مع الشركات العسكرية اللي بروسيا بنفس الوقت هلأ وقفت التعاون ونتيجة العقوبات اللي فرضت ولكن هذا يعني بيورجي أنه المعايير المزدوجة ونحن هذا أحد رسائل هذه الفعالية بالحقيقة أنه هذا ضرب المعايير المزدوجة لأنه الأساس هو احترام حقوق الإنسان أينما وجد هذا الإنسان نعم حاليا تم التحضير للجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جينيف هل لديكم مقترحات ستدفعون بها إلى طاولة النقاش هذا ما كثير مجالنا ولكن أنا أعتقد أنه الجلسات اللجنة الدستورية اللي كان فيه شروط يتم الحديث عنها دائما أنا كنت استشاري يعني مستقل بالجلسات عن ملف حقوق الإنسان تحديدا وكننا دائما نحكي أنه فيه قضايا هي لجب أن تسبق حتى تمهد الأرضية وهذا اللي حكي مثلا قضية المعتقلين الكشف عن مصيرهم إطلاق صراحهم ما حدا بيآمن بالعملية السياسية واللجنة الدستورية طالما كنا نحكي دائما أنه بأثناء ولهيك نصدر نشوف قدش النظام ارتكب انتهاكات أثناء الجولة فنشوف أحيانا قصف مشفى وقصف وقتل ناس بالأسواق واستمر بعملية التشريط وهو بنفس الوقت يدعي أنه هي مفاوضات سلام وعم تجري بجنيف فنحنا نشوف كيف النظام هو غير جاد وأنا أعتقد أنه نحن كل هذا ما زلنا بما قبل التفاوض لم نصل إلى مرحلة التفاوض وهي كلها يعني ضيعت وقت لهيك أنه نحن حكينا أنه لازم يكون في خطوات جدية بحل سياسي والخطوات الجدية أنا أعتقد أنه الحالة الليبية بتشكل نموذج عندما أجبر الأطراف ووضعوا معا وهيك وإلا ما بينتهي لأنه هذا يعني النزاعات الداخلية بدون إجبار الأطراف على حلها هيك تعلمنا وهيك قرأنا بمختلف النزاعات الداخلية لأنه في تباين جهة عم تطالب بحكم أبدي لعائلة واحدة وجهة عم تطالب بنقل نحو ديمقراطية وتعدد ففي يعني 360 درجة فمستحيل حل إلا بأجبار هؤلاء الأطراف وهي الإرادة لأجبار الطرفين هي غير موجودة حتى الآن نعم مدير شبكة سوريا الحقوق الإنسان فضل عبدالغني شكرا جزيلا لك على حضورك